أبدأ بسم الله ثم أحمده أشكره أعبده أمجده أصليا على النبي محمد وآله وصحبه والمقتد إن ربنا لغفور شكور من تقرب إليه بمثقال ذرة من خير شكرها وضاعف أجرها إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما أخرج البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة يا عبد الله لا تحكرن من المعروف شيئا فالميزان عند الله الذي لا يظلم مثقال ذرة وقليل المعروف الخالص كثير وصغيره كبير فاتق النار ولو بشق تمره إن ربنا لغفور شكور أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاثة تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمره ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار كل معروف صدقه فلا تحقرن من المعروف شيئا وإن قل إن ربنا لغفور شكور بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها وأوثقته بخمارها واستسقت له فسقته فغفر لها به أخرجه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له وغفر له متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس أخرجه مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا فقد تكون النجاة فيما احتقرته لا تحقرن من المعروف أصغرا فقد يكون الفوز فيما استصغرا وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه وأول الغيث قطر ثم ينهمر وطالب الجنة لا يشبع من خير أبدا فطالب الجنة في الحياة في نهم مثاله كالحوت لا يرويه شيء يلهمه يصبح ضمآن وفي الماء فمعان وفي الماء فمعان وفي الماء فمعان وفي الماء